تطلبوا من فضيلتكم شرح هذا الحديث أي ممرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها من ستر حل هذا الحديث يعني ألا نغير ملابسنا ولا نخلع عباياتنا في غير بيت أزواجنا وكيف الحال بالنسبة للسلوات وما أشبه جزاكم الله خيرا أنا لا أعرف الحديث بهذا اللفظ ولكن نعم مطلوب من المراهب ستر إذا كانت عند غير محارمها من الرجال سواء كانت في بيت غير زوجها أو في أي مكان يجب عليها أن تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها سواء بثوبها أو بعباءتها أو بجلبابها أو غير ذلك من الفرسياب الساترة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم